اهلا بكم الى موجة الاحداث الرياضية على قناة الحدث الافريقي كشف مدرب ريال مدريد كارلوان شيلوتي عن القائمة المستدعات للسفر الى الرباط من اجل المشاركة في كأس العالم للانديا المغرب 2022 وشهدت القائمة استبعاد حارس الملمى البلجيكي تيبو كورتو والمهاجم الفرنسي كاريم بن زيما بالاضافة الى ثلاثي دفاع ايدر ميليتا وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز وسيواجه ريال مدريد نظره الاهل المصرية يوم غدين الاربعاء على ارضية ملعب الامير مولاي عبدالله بالرباط ابتداء من الساعة الثامنة مساء نجى الدول المغربي عيوب الكعبي مهاجم نادي هاتاي سبورت التركية من الزلزال الذي ضرب بديلة هاتاي فجر الأمس الاثنين والذي خلف العتدة من القتلى والجرحى وتمأن الكعبي المتابعين بشأن وضعه الحالي رفقة أسرته حيث نشر تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلا فيها السلام أشكركم على الرسائل الحمد لله أنا وعائلتي بخير دعوتكم معنا والله محفظ الجميع وأكد التقارير السحفية أن المهاجم المغربي غادر منزله الذي يقتن به في مدينة هاتاي رفقة زوجته وابنتيه في حدود الساعة الرابعة صباحا بعد إحساسه باهتزاز أرضي أكمل المغرب التتواني عقد المتأهلين صوب دور السادس عشر من مسابقة كأس العرش بعد تعلبه على اتحاد تمره بركلة ترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقل انتهاء الوقتين الأصل والإضافية بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعته مع عشية أمس الاثنين ويدرب المغرب التتواني بانتساره هذا موعدا في دور السادس عشر مع الوداد الرياضي في مباراة ستوجر يوم الجمعة المقبلة عبر أسود الأطلس عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف المئات من القتل والجرح والمفقودين تحت الأنقاض وكتب أشرف حكيمي عبر تويتر قلوبنا معكم مرفوقة برمزين يدلاني على رايتين سوريا وتركيا بينما نشر بلاد الخنوس صورة لمسعود أزيل على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مرفوقا بعلمي تركيا وسوريا في إشارتنا إلى تضامنه مع ضحايا البلدين وعلق جواد اليميق على تطبيق انستغرام قائلنا تعزين الحارة لعائلات وضحايا زلزال تركيا وسوريا نسأل الله تعالى الشفاء للمصابين والجرحة ويحفظ جاليتنا المغربية والجميع يا رب إلى هنا نأتي إلى نهاية موحدنا الرياضي لهذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة